يعني طبعا احنا متعودين زي ما بقول في المقدمة بنتكلم عن الحوار الوطني واختيارات المواضيع والضيوف ومجلس الأمناء وما إلى ذلك لكن احنا النهاردة في ظل هذا التغيير الوزاري وهقتبس من كلام سيادة الرئيس في المقدمة اللي عرضناها هناك أولويات للعمل الوطني في الفترة الحالية لجمهورية الجديدة في ضوء هذا التعديل الوزاري كيف يساهم هذا التعديل الوزاري أيضا ويساعد في أولويات العمل الوطني في الفترة الحالية يعني في البداية اسمح لي وتقدم بالتهنئة إلى معالي الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تجديد السقة القيادة السياسية ومجلس النواب المصري لاستمراره كرئيس الوزراء وخصوصا وأنه الدكتور مصطفى مدبولي خلال السنوات السابقة استطاع أن ينجز في العديد من الملفات الهامة اللي كانت بتشهدها الدولة المصرية كمان يعني أهنئ كل سادة الوزراء اللي حازوا على سيقة القيادة السياسية أيضا باستمرارهم في مواقعهم كمان بشكر كل سادة الوزراء اللي كانوا موجودين معنا في الحكومة الكل اللي كان بيكتهد الكل اللي كان هدفه المصلحة العامة للدولة المصرية أكيد كل سادة الوزراء قدموا ما لديهم من خبرات ومن وقت ومن مجهود بنشكرهم على الفترة السابقة وكمان بنهنئ كل سادة الوزراء اللي حازوا على سيقة القيادة السياسية وتم اختيارهم وتم موافقة مجلس النواب على أن يكونوا أعضاء في مجلس الوزراء ووزراء أعتقد أنه في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل التطوير اللي بتشهده الدولة المصرية وفي ظل حالة الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي بتشهده الدولة المصرية خلال السنوات السابقة أعتقد أنه اليوم اختيار عدد 13 وزيرا جديدا بيضع مسؤوليات كبيرة على هؤلاء الوزراء لأنه هذا التوقيت هو من أصعب وأهم التوقيتات اللي بتمر على الدولة المصرية وخصوصا وأنه ونحن مقبلين على الاعتاب بالإعلان الرسمي على الجمهورية الجديدة الجمهورية القائمة على العدالة الجمهورية القائمة على الكفاءة الجمهورية القائمة على عدم التمييز أعتقد أنه هؤلاء الوزراء يعني عليهم أن يعلموا أن الشعب المصري كله وأن جموع الشعب المصري تنتظر منهم المزيد وخصوصا يعني في ملفات مثل مثلا ملف التعليم أعتقد أنه اختيار الدكتور رضا حجازي وهو من أبناء وزارة التربية والتعليم ومن الشخصيات اللي أمضت على أمضت داخل الوزارة سنوات طويلة جدا ولديه من الخبرات والكفاءة اللي احنا كلنا كنواب يعني تعاملنا معهم وشرة في العديد من الملفات وبنشهد أنه من الشخصيات الوطنية ومن الشخصيات ذو الكفاءة أعتقد أنه عليه عبء كبير جدا لأنه ملف التعليم في مصر من أهم الملفات وهو صعب والأمانة هو ملف صعب جدا ويعني من الملفات الشائكة لأنه أنا بعتبر التعليم هو جزء كبير جزء لا يتجزأ من الأمن القوم المصري لأنه احنا بنتكلم عن ملف بيشغل كل بيت في الدولة المصرية ملف بيشغل يعني مستقبل الدولة المصرية سواء منذ نشأة الطفل حتى انتهاء فترة الدراسة أعتقد أنه على الدكتور رضا حجازي أن يراجع كل القرارات اللي تم اتخاذها في السابق مش عايزين نهد المعبد زي ما بنقول إحنا هدفنا هو بناء دولتنا هدفنا هو التقدم بالدولة المصرية يعني كل الملفات اللي تم إنجازها في زر التربية والتعليم علينا أن نراجعها اللي بالفعل يعني اللي احنا حسين أنه بالفعل في صالح الدولة المصرية علينا أن نطوره وأن ينميه كمان على الدكتور رضا حجازي أن يعني أن يعطينا قرارات سريعة مهمة لأنه ملف التعليم من ملفات الهمة ومن ملفات اللي كمان خلال الفترة اللي فاتت كانت بتحوز على يعني بتحوز على اهتمام المواطنين بشكل عام اشتركوا في القناة